اشتركوا في القناة 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 هجرناها كما ذكرت حضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا طالب فضلتي الشيخ عبدالغني اشتركوا في القناة وان مجتمعنا تخلى عن السنن الرسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بما نقول وبما نعمل نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير نسأل الله رب العالمين في هذه الأيام المباركة أن يعيدنا جميعا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نسأله أن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا إنه على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وهو النبي الذي ليس بعده نبي فإذا كان الأمر كذلك فكان لابد أن يجمع كل خصال الخير لكل البشرية منذ أن بعثه الله عز وجل حتى أن يرف الله الأرض ومن عليها فلابد أن تكون شريعته صالحة ومصلحة لكل زمان وكل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو صفات خلقية أو خلقية فإنما هي واجبة الاتباع لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك والقرآن الكريم أمرنا بذلك ولكن الفجوة التي حدثت حدثت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم هذا هو ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم لفسر أكثر لمشاهدين فضلت الشيخة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيأتي زمال وتتبعون غيري تتبعون غير هدي ولذلك حديث صحيح لسيدنا حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر حذيفة اختصى وتميز عن الصحابة بهذه الخصية يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر لماذا مخافة أن يدركني الناس يا رسول الله أنا عايز أدخل للجنة أعمله أنا عايز أدخل للجنة أعمله كانوا يسألوا دائماً إيه الخير اللي عن يعمله لكن سيدنا عفظيف رضو الله عليه يقول كنت أسأل أنا عن الشر حتى لا أقع في هذا الشر فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشرك فجاءنا الله بهذا الخير بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم خير ثم شر شر جاهلية ثم خير بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ثم شر قلت فبعد ذلك الشر هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن شوائب قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي اسمعي ذا مربط الحلاء يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر يأتون بأشياء حلال وأشياء حرام أشياء من الدين وأشياء مبتدعة هذا قال فمن وبعد هل بعد ذلك ذا خير خير فيه شوائب قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه ألقوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يتكلمون بإيه بألسنتنا قلت يا رسول الله بماذا تأمرني أن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال إلزم بيتك ولو أنت عض على جذعي شجرة أو أصلي شجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي يعني أنا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه بالألاف المئة الألاف لأن لا يوجد بشر على وجه الأرض سجلت كل حركاته وكل أقواله وكل خطواته لتكون دينا لأتباعه إلا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلوا عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا كل ما ينفعنا من خير في الدنيا وفي الآخرة وحذرنا من كل شر يضرنا في الدنيا وفي الآخرة الصحابة ردوان الله عليهم ومن بعدهم اتبعوا ذلك الخير وافتعدوا عن ذلك الشر فلذلك فتحوا الأرض من أقصاها إلى أقصاها في سنوات قليلة سنوات قليلة كان المسلمون الذين كانوا رعاة للأغنام والإبل فتحوا العالم كله من الشبق إلى الغرب في سنوات بسيطة بماذا؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث لنا؟ تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركنا هدية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمور بصienen جدا وسهل كده وكلها خير وبترايح البال فضل التشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من خيرا ويتحسس أنه أنت كده مبسوط بتجيب صرته وبتبقى مبسوط وفرحان النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذة شرين الله سبحانه وتعالى قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَصْر وَقَصْر إِلَّا إِيه؟ إِلَّا رَحْمَة رحمة لمن؟ للمسلم فقط؟ لمن اتبعه فقط؟ بل للبشر فقط؟ أبداً رحمة للعالمين للمسلم وغير المسلم إن اتبعه للشجر للحيوان للجماد كان رحمة صلى الله عليه وسلم طيب الرحمة هل يأتي بشيء يضر الناس؟ أبداً مَا تَرَكْتُ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ مِنْ شَرٍ إِلَّا وَحَذَّرْتُكُمْ عَنْهِ المطلوب مننا إيه؟ إن نحن نتبع في الخير ونبتعد عن الشر ونهدى شوية على بعض لأن الموضوع بقى الناس بقت متوترة فضلت الشر الأمور سهلة جداً والبنية مش مستهلة وبقى مفيش راحت بال مفيش راحت بال خالص فضلت الشيخ راحت البال إيه؟ ربنا قال إيه؟ برضه عن نبي صلى الله عليه وسلم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوهُ لو قطعت النبي صلى الله عليه وسلم هتحس بالهدي هتحس بالراحة هتحس بالطمأنينة هتحس براحت البال هتطيعه في إيه؟ هتطيعه في اللي قال لك عليه؟ طيب النبي قال لنا على إيه؟ قال لنا يا جماعة عندك 24 ساعة صلين لفيهم خمس فروط يعني من هنا ممكن نقول بقى إيه يا سنن أن المسلم لازم يتبعها يعني يوميا كمان يعني ما يقدرش يستغنى عنها ما أنا بقول لحظوظك أن حياتي النبس على السلام كلها كانت أوامر لنا كلها من أول ما ينام أو يعني نبدأ من أول ما يقوم بالنوم من أول ما يستيقظ ما يستيقظ بالنوم النبس على السلام أول ما يستيقظ بالنوم يقول إيه؟ طبعا النوم ده موت موت صغير أنت الإنسان بنام ببعج جارب حي ولذلك قابل النوم بقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهر إليك طبعا ما يقوم بالنوم الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور أول حاجة مفروض تقوليه أول ما نسحب بالنوم أول ما تسحب لأننا قولنا مول الدعاء الجميل ده يا أستاذة شيرين مش إحنا مش مرة عليك جارة أو زميلة في العمل أو هنا أو هنا أو قريتي إن فلان بصحهم النوم لأي ميت طب ما هو دخل نمت سبيره وتمام التمام صحيته تمام التمام زوجته ولا أبوه ولا أمه ولا بنته بالصحي لأت الروح تل إلا أن النوم موت صغيرة النوم موت صغيرة ولذلك أول حاجة نقوليه الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور إحنا حنقوم بعشان ننتشر مش ننام ننتشر في الأرض نسعى ونشتغل إن كنت موظف إن كنت تاجر إن كنت صانع إن كنت فلاع إن كنت إن كنت ده المطلوب منك من أول ما تقوم النوم فأول ما تقوم النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته وهو على كل شام هذا أول حاجة من النوم طيب لم أخذب بعد ما أم النوم بعمل إيه الدعاء ده بيوسع رزقك بيعمل بيفتح البركة بيخلي اليوم كله سعيد أيها مضموط طبعا ده أول حاجة طيب اليهود والمنافقين كانوا يعني إيه بيصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه إيه الدين ده إيه الدين ده اللي علم أصحابه كل حاجة حتى دخول الحمام ما إحنا قمنا من النوم حندخل الحمام أول ما يدخل الحمام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث طب طلعنا من الحمام بسم الله ويدعي دعاء خروج من الإيه اللهم أفتح لي أبواب رحمتك طب يدخل عشان يتوضع يسمي الله ويذكر الله ما لازم إحنا كمسلمين أول ما قم من النوم لازم أتوضع ونازم أصلي طب أنا عايز أقول حاجة إحنا الوقت ركزنا على الإيه على السنن طب في بعض الإخوان معليش ما يزعلوش مني ما يعروفوش حاجة عن الفرائط في بعض الناس ما يعرفش يعني إيه صلاة وهو مسلم يقول أشهدوا أن لا إله إلي الله وأنا محمد رسول الله ما يعرفش يعني إيه صلاة ما يعرفش يعني إيه صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعيشة الفرض الفرض أنه لابد لو قديت وحتاخد ثواب ما قدتوش حتاخد إقاب طبعا لكن السنة لو قديتها حتاخد ثواب ما قدتوش مش عليك حاجة يعني الفرق بين السنة والفرد أن الفرد لازم تعميله وفمن عنك ليه؟ لأن لو عملته هتاخد حاجات حلوة ما عملتوش هتاخد الإيه؟ الأيقاب طبعا لا يزم في إقاب فيه الأيقاب لكن السنة لو عملتها بزيد في حسناتي لو ما عملتهاش مش علي وزر فإحنا الأول نركز على الإيه هي مش حكاية علي وزر كمان فضيلة الشيخ هي زي ما قلت كده بتريحنا نفسيا وبنقرب لربنا ونعلم ولادنا كمان في البيت ثقافة الرسول عليه الصلاة والسلام والسنن الجميلة بتاعته والصوت الهادي وأداب الحوار مع الأب والأم بيبقى جميل جدا هنكمل حوارنا فضيلة الشيخ بس معنا تليفون ناخده صباح الخير أستاذ أحمد بالشرقية السلام عليكم عليكم السلام أهلا بك بعدين حضرتك بس عايزة أسأل الشيخ سؤال اتفضل عليكم السلامة الله وبركاته بعدين حضرتك بس عايزة أسأل حوار القرد من البن او وحضرتك النسبة قليل جدا يعني هم المئة ألف عليهم النسبة بسيطة بالنسبة للموظفة بتوليها يعني حق حق تخريف القرد وكده هو الله ما صالح سيدنا محمد احنا طبعا برنامجنا برنامج بتكلم على الصنن ففيه برنامج فتوى فأنا ما بفتيش والله على الهوى معلش أقاسي جدا أنا ما بفتيش على الهوى لأن فيه ناس متخصصة في الفتوى نسأل الله أن يعلمها إن شاء الله الإفتاء فمعلش أنا معتذر أستاذ أحمد أشكرك أستاذ أحمد كل سنة وحضرك طيب ونسبة مملد النبي والشريف ومش هنقدر طبعا نفيدك في النقطة دي لأن احنا كل حاجة لازم تبقى بالرد عليها تكون متخصصين طبعا بشكرك جدا نكمل فضلة الشيخ بقى عن سنن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وعايزين الأسرة المصرية أو المسلمين كلهم يكونوا ليهم أسلوبهم وحورهم مع بعض ونتعلم من رسول عليه أفضل الصلاة والسلام القيم والمبادئ والأخلاق اللي ما بقتش موجودة فضلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لا ياتي إلا برحمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ليك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن كنت عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لك قدوة فلابد أن تتبعه اتبعه في إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس كيف كان يتعامل أولا مع الله لأن تعاملك مع الله أهم أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أختصر منه يقول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد قذيته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بها حبة مما افترضته عليه دي ربنا اللي بقول يبقى أحسن حاجة يا أخي إيه؟ أحسن حاجة تتقرب بها إلى ربنا اللي إيه؟ الفرائد الفرائد الصلاة والصوم والحج والفرائد الخمسة شهات الله إليه الله محمد رسول الله يخام الصلاة يتائج زكاة صلى الله عليه وسلم حج البيت من الصفاء عليه سبيلة ما تقرب إليه عبدي بأحب مما افترطته إيه عليه اسمع عبدالله حبيب جاي لك بقى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالسنن السنن إيه الأذكار التعامل مع الزوجة التعامل مع الأب التعامل مع الجار التعامل في الشغل التعاون مع رب العمل التعاون مع الأرملة مع المسكين مع الرجل الشارع مع قواعد بلدك قواعدك وقوانينك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه أنت عايز أكتر من كده ده كله بإيه؟ لو أنت اتبعت سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف كيف كان أن يتعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مش كده؟ نحن بس بنبسك بقول ربنا بقولك إيه عم الشيخ مثنى وثلاثة وربع النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز اثنين وثلاثة وخمسة وستة أنا هعدد تعالوا شوف أنت كيف كان يتعامل النبي الأول قبل ما تقدم على أبيه القطوة الجريئة شوف النبي كان يتعامل إزاي؟ هل ستستطيع أن توفي لزوجاتك حقهن؟ هل ستستطيع أن تساوي بينهن؟ في العمل وفي المعاشرة وفي الإنفاق وفي الكلمة وفي وفي طيب مع أبنائك كيف تتعامل مع أبنائك؟ مع جيرانك؟ مع أمك؟ مع أبيك؟ مع أختك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خدوة لنا ولم يترك أمرا إلا وعلمنا كيف نتعامل اسألين حضرتك عايزة التعاون النبي مع من ولا أقولك؟ فضلك أنا أهم حاجة عندي الزوج والزوج عشان بقى فيه مشاكل كتيرة جدا دلوقتي الزوج والزوج وكمان الأطفال هم اللي بيتضروا في الموضوع وكمان لقينا بقى فيها عمليات إجرام بقت برة في الشوارع مروحكين فالأمة كلها بقت في خطر من إيه؟ من عددنا وتقاليدنا الغلط وبعدنا فعلا عن الزوج والزوجة دي مشكلة كبيرة جدا كيف اختار الزوج وزوجته؟ هل اختارت الزوج رجل صالح يتقل لها فيها؟ ولا عنده فلس في البنك وعنده مرتب وعنده وظيفة؟ هذه حاجة دي من البداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ماشي؟ خلقه ودينه بعد كده الأكل والشرب والشقة كلاب دو مقدور عليه لكن الأول نبحث عن إيه؟ عن الدين والخلق موجود مع الدين والخلق مال والشقة وعربيات وكله تمام لكن إحنا الوقت تركنا كل حاجة وبنبحث عن إيه؟ طيب لأن النبسة صلى الله عليه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لو أنت ما بحثتش عن صاحبة الدين وهي ما بحثتش عن صاحبة الدين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إزاي؟ اتجوز واحدة عشان حلوة وعجبة بنت فلان وعندها فلان عندها وعندها وعندها وهي شافت ده عشان عنده مرتب وعنده 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 ما بحثتش هو بصلي ولا لا؟ هو مسألهش بالصلي ولا لا؟ طب إيه حيجيبه أولاد الأولاد حيكون بينهم إيه؟ هتكون عشرة مش فيها الحب والأمن والعطف ده لو شفنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة تزوج ستنا أم المؤمنين خديجة كان عندها 40 سنة أكبر منه ماشي كده؟ لكن ظل يحبوها بعدما ماتها حتى أم المؤمنين عيشة بتقول إيه؟ أنا ما غيرتش من حدي خالص من نساء النبي إلا خديجة مع إيه أنا ما شفتهاش؟ أم المؤمنين خديجة قد كده كانت مسامحة وجميلة قبل ما عيشة تتولدت يعني ولم أرها ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت على خديجة ولم أرها ماتت قبل ما عيشة تتولدت وقبل ما تتجاوزي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانت بتغير منها ليه؟ لأن كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير كان النبي صلى الله عليه وسلم تجيه للدبيحة يوزع يقول وده لصحاب خديجة صحبتها كانت تيجي واحدة عجوز يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش له إجلسها يقول قد كانت تأتينا أيام خديجة وفاء إنما إحنا الوقت النهاردة لا أصبح في وفاء بين الزوج للزوجة أصبحت الخيانة أصبحت وكل دليل وما فيش صدق ليه؟ لأننا بعدنا وعن وإن تطيعوه تهتدوا بعدنا إزاي أعمل مراتي إزاي يتعملون إزاي أربي بنتي وإزاي أربي ابني إزاي أكيلهم حلال وكانت فضلك الشيخ فيه أسرار جوه البيت ما ينفعش الزوجة تبدل تطلع كده حتى الإعلام كمان ما ينفعش إنه هو حتى لو مزيعة معينة تطلع تتكلم بطريقة مش كويسة على الزوج أو زوجة أو تدي مثال وحش جدا للمشاهد طبعا والمجتمع بياخد والسيدات طبعا في الآخر ما بتلمش نفسها يعني في الآخر هي اللي بتغلط والأسرة هي اللي بتتدمر في الآخر طيب فضلت الشيخ بقى للأسف وقتنا انتهى إحنا عايزين حضرتك تدي كده عادرتك تدي نصيحة كده جميلة للأمة الإسلامية كلها والعلم العربي وبمناسبة مولد النبي الشريف طبعا أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى دينه وإلى سنة الدبي صلى الله عليه وسلم وأقول لإخواننا جميعا إن أردت أن يصلح الله حالك ويصلح بالك ويصلح زوجتك ويصلح أبنائك ويصلح تجارتك ويصلح صنعتك إن أردت أن يصلح الله عز وجل لك إن أردت أن يستجيب الله عز وجل لك قدم أنت أولا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك قدم أنت أولا لله اعلم بأنك إن اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أديت ما عليك لله عز وجل حينما ترفع يدك لله عز وجل سيقول الله عز وجل لك عبدي لبيك عبدي وسعديك لكننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسأله أحد الصحابة يا رسول الله لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا ماذا قال له هل قال له أكثر ولا الصلاة والذكر أبدا قال له أطب مطعمك ودي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أخبر يعني وصفه تتحقق فيه كل صفات إجابة الدعوة لكن جاب أمور تانية تصد الدعوة إيه هي يعني أقول أشعس أخبر مش مزبط نفسه أشعس أخبر طعامه وحرام مأكله وحرام وزيه من حرام أدى يستجاب لذلك نسأل الله رب العالمين أن يتقبل مننا جميعا طبعا كلامك جميل فضلت الشيخ والله ومشاهدين يا رب يكون استمتاعوا بالحوار الجميل ده يبقى تعالى سريع جدا وإن شاء الله بإذن الله يكون معنا لقاء تاني بإذن الله بشكرك جدا على معلوماتك القيمة فضلت الشيخ الدكتور عبدالغاني سليم من علماء الأزهر الشريف بشكرك جدا مشاهدين بكده انتهت حلقتنا يارب تكون عجبتكم أهم حاجة نمشي على سنن الرسول عليه قبل الصلاة والسلام هنلاقي راحت البال وللاقي بيتنا كده في طمأنين طمأنينة وراحت بال وحب وتسامح وهو ده دينا الإسلام بيدعو إلى التسامح والمحبة والمغفرة أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وسواح الصحة والجمال يصباح السحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحت البل يا صباح السيحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحت البل يا صباح السيحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحت البل يا صباح السيحة والخير والجمال اشتركوا في القناة